العلاقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب البحريني الشقيق تاريخية وعميخة وبتقدير الجميع يتذكر أو قرأ أن العلاقة ابتدأت منذ الثلاثينيات عندما زار صاحب العظمي مدينة القدس وصلى في الأقصى وزار أنذاك الإذاعة الفلسطينية وهي كانت من الإذاعات المميزة والأولى في العالم العربي ومنذ النكبة كان هناك تعاطف شديد ومميز من الشعب البحريني اتجاه الشعب الفلسطيني والموقف المشرف الذي وقف الشعب البحريني نساءه ورجاله بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني والعلاقة المميزة التي كانت تربط المرحوم الشهيد ياسر عرفات وصاحب العظمي الشيخ عيسى المغفور له رحمه الله كانت في السبعينيات علاقة مميزة ووطيدي ومعروفة لكل الأشقاء العرب وامتدت هذه العلاقة بعد أن تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وتسلم القيادة في فلسطين سيادة الرئيس محمود عباس أيضا استمرت هذه العلاقة وهي علاقة مميزة لغاية الآن ما يربط البحرين بفلسطيني الشعب البحريني والشعب الفلسطيني علاقته مميزة وكبيرة والعلاقة الشخصية المميزة ما بين جلالة الملك وسيادة الرئيس محمود عباس أيضا علاقة مميزة وأخوية ونعتز فيها نحن كفلسطينيين ونفتخر بهذه العلاقة جلالة الملك حفظه الله القضية الفلسطينية تعيش في وجدانه أنا أستطيع أن أقول كافة القضايا العربية تعيش في وجدانه وفي قلبه جلالة الملك يتمتع بعروبية مميزة عروبية عميقة حريصة على كل الوطن العربي الكبير وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يؤكد باستمراره في كل المحافل وفي كل المناسبات أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية ومارست القيادة في مملكة البحرين والشعب البحريني وصاحب الجلالة وسمو ولي العهد مارسوا هذا الانتماء العربي والحرص على القضية الفلسطينية من خلال إن كان المواقف السياسية أو المساعدات الإنسانية والمادية التي قدمت الشعب الفلسطيني وخاصة في الحرب الإبادة الأخيرة التي تشن على قطاع غزة على شعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضف الغربي في القدس وجنين ونابلس وطول كريم حيث بادر جلالة الملك وأعطى توجهاته لسمو الشيخ ماصر ومنذ اليوم الثاني للعدوان على قطاع غزة بتأمين المساعدات الإنسانية وتم فتح باب التبرع وكان بادئ المتبرعين جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ماصر والشعب البحريني بشكل عام هذه القمة هي قمة عادية تعقد كل سنة هذه القمة رقم 33 هي القمة عادية يعني انعقادها لكن أنا باعتقادي أنها قمة استثنائية قمة استثنائية بكل ما تعني الكلمة من معنى حيث تعقد في أدق الظروف التي تمر فيها المنطقة العربية يعني هناك استهداف لكثير من الدول العربية هناك استهداف أمني واقتصادي وهناك أطمع في بعض الدول العربية وهناك محاولات تزعزعة الأمن والاستقرار في بعض الدول العربية وهناك القضية الأساسية والأولى التي أعتقد ستطغى على القمة هي القضية الفلسطينية والعدوان هناك تخوف كبير أن يقوم هذا الاحتلال باجتياح رفع ومعروف أن رفع الآن متواجد فيها كل أهل غزة الذين شردوا من الشمال حوالي مليون ونصف من أدم العالم كله ينظر بقلق وقلق كبير لوقف هذا العدوان على رفع وعلى كل غزة بشكل عام وعلى كل مناطق الضفة الغربية الاستعدادات التي قامت بها القيادة هي تؤكد أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك وسموه ولي العهد وكافة المؤسسات والوزرات تتلمس أهمية انعقاد هذا المؤتمر وتتلمس أن ضرورة أن يكون هناك موقف عربي مؤحد في كافة القضايا التي سيتم طرحها في مؤتمر القيمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية من هنا كانت الحركة السياسية التي قام فيها جلالة الملك إن كان لجمهورية مصر العربية أو للمملكة الأردنية الهاشمية أو للأمارات أو الاتصالات التي أجرها جلالة الملك وسموه ولي العهد مع مراكز القرار في العالم وعاد عن ذلك اللقاءات التي عقدها وزير الخارجي أعتقد مع كافة الدول العربية لغاية أمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر